أصوات النساء في أفغانستان لا تزال تعلو بالهتاف رغم محاولات تكميم أفوههن وتقييد حريتهن من قبل حركة طالبان عشرات النساء تظاهرن مجددا في العاصمة الأفغانية كابل احتجاجا على القيود المفروضة على الأفغانيات الحركة الموصوفة بالمتشددة أصدرت تعليمات بإنزام النساء على ارتداد الحجاب في الأماكن العامة واعتبرت النشطات أن طالبان تستخدم موضوع الحجاب لتبرير سعيها إلى منع النساء من إمكانية العيش في أفغانستان نستعرض معكم بعض القرارات التي اتخذتها هذه الحركة كمؤشرات على وضع حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمرأة في أفغانستان وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان زادت تجديد الإجراءات على حقوق المرأة بممارسات الحياة اليومية والمهنية نلاحظ في نوبمبر منعت النساء من الظهور التلفزيوني فارضة الحجاب على المذيعات حينها ما أدى إلى توقف الكثيرات عن ممارسة المهنة في سبتمبر قررت طالبان إلغاء وزارة شؤون المرأة التي تأسست عام 2001 واستبدلتها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتخذت طالبان خطوات فعلية في منع تعليم الفتيات بإغلاق معظم المدارث الثانوية أمام الفتيات الأفغانيات بدءا من أكتوبر تلا ذلك منع الاختلاط بالجامعات وعقب إحكام الحركة قبضتها على أفغانستان وصلت سياسة منع النساء من الذهاب إلى العمل في عدد من القطاع موسيقى وينضم إلينا من كابل سيد نظر بيان المحلل السياسي مرحبا بك إلى هذا النقاش ومن القاهرة دكتور أسماء مراز اخصصية في علم اجتماع المرأة مرحبا بكم إلى هذا النقاش سيد نظر لاحظت معنا في المقدمة أنه يتم وفقا لتقارير دولية وصحف عالمية استعراض عدد من المؤشرات الخاصة بوضع حقوق المرأة في أفغانستان هناك قرارات محددة يتم الحديث عنها يرى البعض أنها تمثل انتكاسة كبيرة بالنسبة لحقوق المرأة في عهد طالبان بماذا ترى؟ نعم تحية لكم والأستاذ المشاهدين منذ استيلاء حركة طالبان على أفغانستان وضعت بعض القيود للمرأة طبعا للمرأة الأفغانية أن المرأة الأفغانية تعودت خلال عشرون عاما الماضية في ممارسة حقوقها بكامل الحرية فواجهت المرأة الأفغانية بصعوبات كبيرة بعد استيلاء طالبان على الحكم فاليوم طبعا هناك مظاهرات عدة خرجت منذ سيطرة الطالبان على أفغانستان مظاهرات نسائية فاليوم استمرارا لمظاهرات السابقة أيضا خرجت مظاهرة نسائية في كابول تطالب بحقوقها بحقوق المرأة بصورة عامة هناك كانت ثلاث مطالبات من قبل الناشطات حق العمل حق التعليم وأيضا كامل الحقوق الأساسية لطالبات إذن أنت تقر بأن هذه الصورة التي يتم الحديث عنها هي صورة صحيحة وتعبر عن واقع حقيقي في أفغانستان فيما يتعلق بالمرأة طبعا أنا كما قلت سابقا لو قارننا الحكم الجديد بحكم طالبان قبل عشرون عاما في إبانة التسعينيات القرن الماضي هناك فرق كبير في التعامل مع المرأة على الأقل المرأة تستطيع أن تخرج إلى الشوارع وتقوم بالمظاهرة وأيضا تطالب بحقوقها كل هذه الأشياء لم تكن موجودة يا سلام سيد نظر نحن في عشرين اتنين وعشرين أقصى الطموح أن تخرج إلى الشارع هل يمكن أن يكون هذا هو أقصى الطموح سيدة أسماء يمكن أن تشاركنا في هذا الحوار حينما نستمع نحن كنساء إلى هذه العبارة نشعر بصدمة بالقة الحمد لله أننا نسير في الشوارع هذا أقصى الطموحات التي يمكن الوصول إليها وعلينا أن نحمد الله أنا سعيدة بوجودي معيك طبعا يا أستاذة رشاو سعيدة جدا أني كنت وما زلت أتوقع بحدوث ثورة من المرأة الأفغانية للبحث عن حقوقها اللي هي من أبسط الحقوق اللي إحنا بنتمتع بها ومش حاستين بقيمتها يعني كلام حضرتك أكيد لك حق تتعجبي أن ده حق من حقوق أي إنسان خلقه ربنا فما بالك بالمرأة الكائن الرقيق المرأة الأفغانية كانت بتعاني من الإفراط والتفريط والعنف وكل ما نتخيل وسبق تكلمنا في الموضوع ده فمن حقها الكامل أن هي تسعى للحرية وأنا شايفة كترة ضغط عليها هيولد انفجار أكبر وليس قمع أبدا بأي قرار إن هي لا تتعلم ولا تخرج ولا تمارس أي نشاط ولا لها الحق بالمشاركة المجتمعية في كل المجالات هي بالعكس كل ما تضغطي عليها بتظهر منها قوة رائعة أكثر وأكثر قوة رائعة ولكن في عدد كبير من التقارير الدولية وأنت أستاذة لعلم الاجتماع نوحظ أن الأسر هي التي أصبحت تمارس هذا الضغط الشديد على النساء خوفا من طالبان هي لا تواجه طالبان فقط هي تواجه أيضا أسر تخشى من طالبان وبالتالي تمارس القمع على بناتها وعلى الفتيات وعلى النساء حتى لا تتعرض لمضايقات من قبل طالبان أنت تتحدثي عن ضربتين في الرأس كما يقال أبو سي هتواجه من المجتمع وتواجه من الأسرة نفسها ولكن أعتقد أن المنظمات المعنية والليبرالية بالحقوق الإنسان لازم تدعم الموقف للمرأة الأفغانية بتقوم به والأسرة تعودوا على كده أسرة أي إمرأة بتعودوا كأنها لسه في عصر الجواري نحن مش في عصر الرقيق يا جماعة أن المرأة تعامل كجارية أو كنوع من أنواع الممتلكات المادية هي إنسان من لحم ودم لها حقوق وواجبات واجب عليهم أن هم يساعدوها أن هي تحصل عليها وليس القمع وأن يكون القمع من الاتجاهين زي ما حضرتك قلت يا أستاذة رشا فبالتالي على الأقل هيساعدوها على الاستيعاب ومهما يحصل للمرأة أنا شايفة قوة الضغط عليها هتخليها مش تنفجر قدمة الجمع لو حبسوها لو منعوا عنها الماء والهواء الجمع هم مع بعض قوة نسائية أنثوية وهيخرج منهم زي ما توقعنا الثورة وفي ناس أحيانا كانوا يقولوني لا إزاي تتوقعي حاجة زي كده مش هيسمح لهم بذا لا أنا متوقع أن هي هتستمر في البحث عن حريتها وهتوصل لها بكل الطرق وشتى الطرق طيب سيد نظر لنكن أكثر وضوحا طالبان عندما وصلت إلى الحكم في نسختها الجديدة أنت كنت تقارن بين النسخة القديمة والنسخة الجديدة التي تقول طالبان أنها أصبحت في نسخة جديدة ولكن السؤال كيف يمكن أن تأمن طالبان ودود فعل المجتمع الدولي التي ستتصدى بلا شك وفقا لهذه المؤشرات لانتهاكات حقوق المرأة للتضييق على المرأة طالبان تعلم أن هناك مجتمع يراقب ويتابع وسيتخذ قرارات وستكون هناك تتاعيات كيف يمكن التعامل مع هذا الأمر نعم قبل أن أجيب على سؤالكم هذا أريد أن أكمل الموضوع الذي بدأته قبل قليل أريد أن أستكمل هذا الموضوع هناك كان مقارنة أنا لا أقارن المجتمع الأفغاني وحكم الموجود في أفغانستان بمجتمعات إسلامية حتى بمجتمعات إسلامية أخرى بمصر بأي دول أخرى بس هناك تغيير على الأقل في سلوكيات حركة طالبان تجاه المرأة لو قارننا بالماضي فطبعا هذه التغيير ليس معناها أن المرأة الأفغانية استعادت كامل حقوقها في أفغانستان وأرجع إلى سؤالكم ولكن قبل أن ترجع إلى سؤالي نحن لا نقارن ما بين المرأة في أفغانستان وفي دول أخرى كما ذكرت مثلا مثال مصر كمثال متقدم أو تونس أو أي من هذه الدول ولكن نحن نتحدث عن واقع ليس ببعيد قبل أن تستولي طالبان على السلطة كانت هناك حقوق أصبحت للمرأة وتم تمكينها بشكل واضح الموصف الآن أنه يتم التراجع عن هذه الحقوق نعم أكيد هناك تراجع كبير في حقوق المرأة في أفغانستان هذا أمر نفهمها كلنا ولكن هناك الحكومة طالبان تحت ضغط شديد من المجتمع الدولي وطبعا النساء الأفغانيات لسنا اللواتي قبل عشرون عاما يعني هناك في الأسبوع على الأقل نرى مظاهرتين نسائيتين في العاصمة كابول أو في مدن كبرى في أفغانستان فهذا يعتبر تغيير في يعني في الوعي لدى النساء في أفغانستان أنا أوافق أستاذ المشاركة معكم نعم دكتور أسماء نعم دكتور أسماء وطبعا يعني وافق معها أن أن النساء الأفغانيات لا بد أن يستمرن للمطالبة لحقوقهن فمظاهرة اليوم كانت تطالب من المجتمع الدولي بالتدخل لاستعادة حقوق المرأة وهذا كان سؤالي لحضرتك سيد موظل لأنك كنت معي دائما منذ طرح هذا الموضوع للنقاش كيف ستتعامل الطالبان مع التداعيات السيئة الصورة الذهنية السيئة لدى الرأي العام العالمي ولدى الحكومات العالمية عن تعاملها مع النساء هذا سيؤثر في مسألة الاعتراض بشرعيتها من ناحية وفي مسألة توفير الدعم والمنح والمساعدات من جهة أخرى سيكون مقرونا بمدى التقدم في حقوق الإنسان وتمكين المرأة أكيد طبعا يعني هناك ضغط شديد من قبل المجتمع الدولي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف الكامل بحقوق المرأة الأفغانية حركة طالبان حتى الآن على الأقل على مستوى الرسمي حتى الآن لم تعلن أنها تمانع تماما كل هذه الأمور وأنها تطلب وقتا أكثر وتقول أنها تريد وقتا أكثر لكي تعيد حقوق المرأة الأفغانية كل هذا يدل على أن هناك ضغط شديد على طالبان وطبعا هذا الأمر يفهمها الحركة حركة طالبان في أفغانستان أن حقوق المرأة من ضمن الأولويات المجتمع الدولي والمجتمع الدولي لن تسكت في هذا الشأن وأنها تطالب دوما ولن تعترف لما أعتقد بحكومة طالبان رسميا في ضل عدم الاعتراف عدم اعتراف حكومة طالبان أو طالبان بحقوق المرأة نعم دكتور أسماء وأنت تتابعين هذا النشاط النسائي للسيدات في أفغانستان من خلال المتابعة هل تشعرين أنه تمت اختلاف بين طالبان هل هنا نحن أمام طالبان جديدة كما يتم الترويج البعض يقول أنه تمت مرونة ما بدأت في الحركة هل تتفقين مع هذا التحليل؟ هو أول حاجة لما بشوف ده بقول هل من المعقول أن يحصل من الحرية أساسا أن تتظاهر المرأة من أجل الحصول على الحرية ولا هو نوع من أنواع التشويق ونوريها رؤية الحرية بتاعتك توصل لها إزاي والتعجيز لها أنا شايفة أن مش هتتغير قد ما ممكن نلاقي حلول كنوع من أنواع الهدنة أو التراضي أن تؤدوها بعض الحرية كنوع من أنواع التجربة وشوفوا هي تصرف إزاي في حدود وفي أحكام معينة وأعتقد أن ده هيهدي من الأمور زي مثلا ممكن تعملوا انتخابات للمرأة تتشارك في المجال السياسي هذا مضوع سيظل مطروف للنقاش لكن للأسف انتهى وقتي من القاهرة أشكر دكتور أسماء مرادة الاختصاصية في علم الاجتماع الخاص بحقوق المرأة شكرا لك سيدتي وأيضا من كابل السيد نظر بيان المحلل السياسي من كابل وصلنا لختام بانوراما إلى اللقاء